الأمثال نوع من أنواع الأدب كالشعر والقصة والخطابة، وهو قول مختصر له قصة أحيانا، يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى، ويتناقله الناس ويرددونه عندما تمر بهم حالة كحالة المثل الأولى. والأمثال أقوال لها مكانة رفيعة لدى كل الشعوب، وهي تعبر عن تجاربها وحكمتها، وللعرب أمثال كثيرة حفظوها في الصدور ونقلوها من جيل إلى جيل، ودونوها كما دونوا الشعر. ومن أشهر كتب الأمثال العربية كتاب مجمع الأمثال للميداني، ومن أشهر الأمثال العربية قولهم جزاه جزاء سنمار، وقصة هذا المثل أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة أراد أن يبني لنفسه قصرا عظيما، فاختار لذلك بناء ماهرا يقال له سنمار، فبنى سنمار القصر على أحسن ما يكون، وانتظر الجزاء الحسن على عمله من الملك. وقد أعجب الملك النعمان بالقصر إعجابا شديدا، وشكر سنمار على عمله العظيم، وفي أحد الأيام طلب النعمان أن يتجول مع سنمار في جوانب القصر، وأن يعرفه على غرفه وقاعاته، وطاف معا بكل جوانب القصر، ثم صعد إلى سطحه، فسأله النعمان هل هناك قصر مثل هذا؟ فأجاب سنمار لا، فسأله النعمان هل هناك بناء يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ فأجاب سنمار لا، وهنا فكر النعمان قليلا وقال في سره، لو عاش هذا البناء فسيبني لغيري أجمل من هذا القصر، ثم أمر جنوده بإلقاء سنمار من فوق السطح، فمات، فصار يضرب مثلا لمن يقابل الإحسان بالإساءة، ويقول المثل بين حانا ومانا ضاعت لحانا، وقصة المثل أن رجلا كانت له زوجة صالحة اسمها حانا، فعندما كبر وكبرت تزوج فتاة صغيرة اسمها مانا، فكانت حانا زوجته الأولى تلتقط من لحيته الشعرات السود حتى يبدو مسنا مثلها، وكانت مانا تلتقط من لحيته الشعرات البيض حتى يبدو شابا مثلها، وظل الأمر هكذا إلى أن ضاعت لحية الرجل، ونطلق هذا المثل على موظف أو عامل حائر بين أوامر مديره وأوامر مدير مديره، فيضطرب في أداء عمله ولا يستطيع أن ينجز شيئا، قد يطلب الإنسان حاجة فلا يدركها، وقد يطلب أمرا فيفوز به، ولكن يخسر في مقابله خسائر فادحة، ومن الأمثال التي قيلت في هذا المعنى، رجع بخفي حنين، وأصل هذا المثل أن حنينا كان إسكافا من أهل الحيرة، فساومه أعرابي على شراء خفين، فاختلف معا اختلافا شديدا حتى غضب حنين، فأراد أن يغيظ الأعرابي، فلما ارتحل الأعرابي أخذ حنين الخفين، وطرح أحدهما في الطريق، ثم ألقى الخف الثاني في موضع أبعد قليلا، فلما مر الأعرابي بالخف الأول قال ما أشبه هذا الخف بخف حنين، ولو كان معه الآخر لأخذته، ومضى في طريقه، فلما وجد الخف الآخر، ندم على تركه الأول، فترك راحلته بما عليها، ورجع ليأخذ الخف الأول، حينئذ ظهر حنين بسرعة، وأخذ الراحلة بما عليها، عاد الأعرابي سعيدا، فقد فاز بالخفين معا، ولكن الفرحة لم تدم، فالراحلة ليست موجودة، ولما رجع الأعرابي إلى قومه وسألوه عن راحلته، قال لهم جئتكم بخفي حنين، ترجمة نانسي قنقر